زميلة مايسون الموساوية حضرت فعاليات المهرجان وعادت إلينا بالتقرير التالي لنتابع سحر الشرقي وهمومه أيضاً ركبت حصان الفن السابع لتتبارى على مسارح العاصمة الأمريكية واشنطن عبر النسخة الجديدة لمهرجان الفيلم العربي السنوي الذي تشارك فيه هذا العام باقة من الأفلام العربية المميزة أنا عندي إد أنا أحببته وأعتقد أنه كان فيلماً جيداً للغاية وأعتقد أنه رسم دور المرأة بشكل رائع وأنا سعيدة أنهم ربحوا فيلم باب ممتاز وحلو جداً ورسمي على الوقت هلأ بكل بلاد العرب وأمريكا كمان المهرجان الذي حضره العديد من الجالية العربية والمهتمين بالثقافة العربية يعد مناسبة لتخاطب الثقافات من خلال أفلام تحكي قصص شعوب أخرى باختلاف شرطها الاجتماعي والثقافي والتاريخي وتمنح عشاق السينما فرصة نادرة لمشاهدة أفلام مميزة والتعرف على نماذج وتجارب سينمائية ترسم صوراً وأحلاماً مغيراً للمألوف والمتعارف عليه في التركيبة الذهنية الغربية المعاصرة كل شيء فيك تجمد هذا قلبك فلم رائع بتممنا يكون كل الأفلام يكون على هذا المساعد كانت فرصة رائعة وأفلام أروع من مناطق مختلفة تختلف عما هنا في أمريكا بما تحمله مجتمعات غير مطلع عليها هنا هل هي الحاجة المساء إلى رواية القصة التي يوجد من يرغب في الاستماع إليها ومشاهدتها من مصادرها الأصلية وبلغة أهلها ربما وربما لأن السينما أحدى الفنون التي طالما كسرت الحواجزة وهدمت جدران الصمت لتبني جسوراً بين الغرب والشرق ظل مهرجان الفيلم العربي في واشنطن يتواصل عبر 17 عاماً ليخلق سوقاً للفيلم العربي في المهرجانات الدولية ومنها مهرجان واشنطن للفيلم العربي قصة حب من الإمارات وأسماء من على ضفاف النيل تكشف النقابة عن معاناتها مع الإيدز والأجداد يكتشف الحياة بعيون أحفادهم قصص أفلام من بلاد العرب تروي فصولها على مسارح واشنطن في مهرجان الفيلم العربي ميسون الموسوي من على اليوم على الحرة واشنطن